معركة ملاذ كرد وتنطق بقى فيه يكون ملاذ كرد ملاذ كرد على حسب ما بيقال المعركة دي معركة انتصر فيها القائد قلب أرسلان وهي من أشهر معارك قلب أرسلان كان جيشه يتجاوز الـ 40 ألف بواجهة 200 ألف وكانت معركة مهمة جدا جدا لأن بيها تم القضاء على أسطورة الروم والكلام عن قوة دولة الروم الجيش الروم جمعه جيش كبير جدا 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 للقضاء على المسلمين وفي الوقت ده قلب أرسلان حاول ان يتواصل معاهم وان هو ينهي الحرب باتفاق أو بهدنة أو بأي شيء فرفضوا التفاوض ورفضوا أي كلام يقال وقالوا التفاوض بتاعنا هيكون في أرضكم لما نيجي عندكم ونهزمكم والمضوع وصل عنده ان هو مفيش عنده نقاش خلاص أصبح في الأمر الواقع قلب أرسلان فكر هعمل ايه الحل تجمع الناس وقعد يحفزهم على الجهاد والقتال والثبات على الدين ومواجهة العدو وجاء بالخطيب ظل يخطب في الناس ويعظ الناس وتكلم بأحسن كلام وتحمس الناس للجهاد والقتال وتكلموا بالكلام الحسن أنهم عندهم استعلاد من الكتاب والمواجهة لحد ما خرج كمان قلب أرسلان ولبس كفن أبيض ويعني أقل إن أنا قتلت فهذا كفني استعداد للكتال والاستشهاد ورفع الهمم وبالفعل تم الكتال وتمت معركة كبيرة جدا جدا تم فيها الكتال وتم فيها القضاء على الروم ونصرهم الله سبحانه وتعالى والملك بتاعهم اللي كان رفض الصلح وقع أسير في إيد المسلمين سألوا في الوقت ده أرسلان تظن بقى أنا أعمل فيك إيه لو أنا ما كانك هتعمل إيه قال له أأتي لك قال له ما ظنك بقى أن أنا أعمل فيك إيه أنت ممكن تفتكر كده أنا أعمل معك إيه فقال له تقتلني أو تفعل كذا أو تفعل كذا أو شيء آخر هو غريب أن أنت تفديني وتجعلني وزير قال له الأخرى وأخذ منه فدية كبيرة جدا وجعله يفك أسر كل المسلمين كان فيه مسلمين كان أسر عنده فك أسرهم وكذلك دفع فدية من المال كبيرة جدا وتم الصلحة في هذا الوقت لمصلحة المسلمين وهذا خير من الخيرات الشاهد أنه مع العجل الكبير ومع التجاوز الكبير ومع الحسابات المادية أن 200 ألف يهزموا 40 ألف لم يتم الاستسلام إنما تم الكتال وتم المواجهة وتم النصر المسلمين بعدما أخذوا بكل الأسباب عمل بالأسباب حاولوا الصلح حاول يهدي الأمر ولكن ما فيش أصبح الأمر واقع فلما أصبح الأمر واقع أصبحت المواجهة واجبة وأصبح دفاع أصبح جهاد الدفع واجب ومطلوب فتمت الموارهة فهنا الأخذ بالأسباب مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى يأتي منه النصر والتمكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر